بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز جديد او رؤية لو شفناها في المنام. اولا من الرموز اللي ممكن نشوفها تكون مبشرة جدا رؤيتها في المنام. اه كمان من الرموز اللي احيانا كمان ممكن تكون غير مستحبة. اه اولا الرمز ده لو شفناه من الرموز اللي بتدل على مناسبة سعيدة هتحصل للرأي. سواء بقى كانت مناسبة زواج او خطوبة او حتى مناسبة صلح لو كان في خصومة. اه كمان من الرموز اللي مبشرة جدا بقدوم اخبار اه سعيدة او اخبار صار رغي سمحها الرأي. اه من الاحلام ومن الرموز اللي مبشرة بقدوم اموال. اه وبقدوم اه ولو كان الرأي يعني هيقدم على اقامة مشروع فبشارة لي بنجاح العمل ده. كمان من الرموز لو كان الرأي بيعاني اه من ديون او اه من ازمة مالية فبشارة لي بزداد ديونه وكمان بالفرق. كمان لو كان عنده ضغوط او عنده مشاكل او شاف الرموز ده فمن الرموز برضو اللي بتدل على زوال المشاكل او الهموم دي. كمان احيانا ممكن تكون اه شوية غير مستحبة. اه في بعض الحالات ده ممكن تدل على ان في مناسبة اه لكن المناسبة دي ممكن للأسف ما تتمش. اه سواء بقى خطوبة او مشروع زواج ممكن اه للأسف ما يتمش. كمان ممكن تدل على اه تعب او هموم. كمان ممكن تدل على ازمة اه صحية وممكن يمر بيها الرأي. هنتكلم عن الرمز ده اه بخصار وهنعرف امتى بيدل على اه بيكون اه محمود للرأي وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. اولا الرمز اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو رؤية القهوة. هنتكلم النهاردة عن القهوة. هنعرف امتى بتكون محمودة وامتى رؤيتها بتكون غير محمودة. اولا لما تشوف المرأة المتزوجة ان هي بتشتري اه كيس او عبوة من القهوة. فدي بشارة لها باخبار صار راح تسمحها عن قريب. كمان لما تشوف المرأة المطلقة ان هي اشتري اه بوت او كيس اهوة فده كدوم اموال اه ليها. الرجل كمان لما يشوف ان هو بيشتري كيس اهوة فا لو كان هو بيعاني من الديون فبشارة لي بسداد دينه. كمان الرأي بشكل عام ميشوف ان هو بيشتري اهوة او بيشتري كيس اهوة اهوة لو كان بيعاني من مشاكل من هموم من ضغط نفسي فبشار ليه بزوال همومه وبيفرج قريب. القهوة كمان من الرموز اللي بتدل على مناسبات سعيدة. لو شافت الفتاة انها بتقدم قهوة فدي من الرموز اللي بتدل على مناسبات سعيدة. كمان لو شافت انها بتقدم القهوة لشخص فمن الرموز برضو لو كان فيه بينهم خصومة فزوال للخصومة دي. تناول القهوة مع شخص هي ما تعرفوش في الواقع. فدي من الرموز اللي بتدل على كمان على خطوبة او على زواج قريب. الفتاة كمان لما تشوف القهوة من الرموز اللي بتدل على قدوم اموال ونجاحها في حياتها بشكل عام. بشرط بس ان القهوة اولا ما يكونش فيها اي عيب. يعني يكون طعمها حلو. اه شكلها حلو مفيش فيه اي تغيير. كمان انها بتقدم اه سخنة. يعني ما تكونش اه بردة. اه ففي الحالة زي بتكون من الرموز المحمودة. كمان رؤية اه ان الفتاة كمان اه بتقدم اه اه او ان هي بتشتري اه اه من الرموز برضو اللي بتدل على قدوم اخبار آآ سعيدة لها. لما يشوف الرأي ان هو بيعمل اهوة آآ في المنام او بيحضر اهوة آآ فدي ممكن تدل على مشروع جديد هو ممكن آآ يدخل فيه. هيكون المشروع ده آآ سبب في قدوم اموالي. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على قدوم اموال بشكل عام وتحقيق ارباح كمان. الشاب الاعزب لما يشوف ان هو بيعد اهوة او بيحضر اهوة فدي نجاح في حياته آآ سواء في حياته الشخصية او في حياته العملية. المرأة المدزة المرأة الحامل آآ سريء آآ لو شافت ان هي بتحضر آآ اهوة دي بشارة لها بمولود آآ انسة والله اعلى واعلى. اما لو شافت ان هي بتعد قهوة ولكن القهوة دي طلع طعمها آآ شوية مش حلو او ان هي حصل فيها ان هي اتدلقت او اتكبد او لفنجال اتقصر. آآ كل دي من الرموز اللي بتدل على نساعات ممكن آآ يمر بيها الرأي. كمان الرأي اللي ما يشوف ان هو بيحضر اهوة او بيعد اهوة هو بيبكي او ان هو حزين فمعنى كده ان هو هيعاني آآ من مشكلة في الفترة اللي مقبلة في حياته. تقديم القهوة كمان آآ من الرموز ده ما قلنا ان هي بتدل على مناسبات سعيدة زواء بالزواج او بالزرية او بالصلح. آآ كمان تقديم القهوة آآ كمان من الرموز اللي بتدل على السفر. لو شاف مسلا الرأي ان في حد اقدم له قهوة عربي مسلا آآ فبشرى لي ان هو هيسافر احد الدول العربية ويكون السفر ده من وراه آآ تحسين فحلته المادية. آآ تقديم القهوة كمان ولو حصل فيها اي مشاكل سواء اتدلقت او اتكبد او آآ الفنجال القصر فدي مشاكل وهمومها تحصل آآ للرأي. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتحضر قهوة لآآ زوجها فتتحسين في علاقتهم آآ مع بعض ولو كان في آآ مشاكل فها تزول. آآ اما لما يشوف القهوة بقى ان هي اتدلقت على يعني شوفت ان هي بتحضر قهوة وتلقيتها على آآ زوجها فا آآ من الاسب بتدل على حدوث آآ يعني آآ تغييرات في حياتها آآ لو كانت حصل ازا للزوجها فممكن تدل على مشاكل وخلافات ما بينهم. آآ كمان لما تشوف القهوة كمان لما تكون طعمها مش حلو فدي ده غيرات في آآ في آآ حياة الرأي هتكون تغيرات شوية متقلبة. كمان بتدل على مشاحنات آآ ممكن آآ يعني آآ تحصل في حياة الرأي. آآ كمان لما يشوف الشاب الاعزب انه هو بيشرب قهوة وكان قطلع طعمها آآ مش حلو. فدي آآ للأسف خلافات. وكمان آآ خيبة امل او فشل آآ في حاجة معينة او في امر معين في حياته. آآ كمان الطعم القهوة السيء فدي مشاكل هيمر بيها الرأي. لما يشوف الرأي كمان انه هو آآ بيشتري آآ 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 وطلعت آآ آآ طعمها حلو وشكلها حلو. فدي قدوم اخبار آآ آآ صارة. أما شراء القهوة للرجل وكانت سيئة او قبيحة فللأسف بتدل على فراء آآ مع حد من المقربين للرأي. المطلقة كمان لما تشوف ان هي آآ بتشتري آآ 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 فدي انتصار على آآ آآ عدو. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي آآ بتشتري آآ 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 فدي نجاح لأولادها في حياتهم آآ آآ بشكل عام. آآ آآ كمان صب القهوة وشم ريحة القهوة دي اخبار آآ آآ سعيدة الرأي هيسمحها. كمان آآ لو شاف الرأي انه بيقدم له آآ 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 كمان لو كان هو بيسعى لسفر فسفر. كمان آآ آآ تحقيق آآ ربح كمان آآ آآ سماية اخبار آآ آآ سعيدة آآ آآ كمان تغيير في حياته وتكون التغيير ده آآ آآ للأفضل. المرأة الفتاة العزبائة ما تشوف ان هي القهوة ده لقت منها آآ آآ فمعنى كده ان هي هتعاني من مشكلة او هتعاني آآ من عقبات او من صعوبة في حياتها آآ بشكل عام. كمان المرأة الحامل لو شافت ان هي بتشرب قهوة او ان هي بتصوب بقهوة لشخص آآ معين فدي بشارة لها بمولود آآ آآ زكر والله اعلى واعلم. كمان بشارة لها بولادة سهلة آآ وميسرة. آآ ده كده باختصار رؤية دي القهوة. عرفنا امتى بتكون آآ محمود. آآ كل ما كان طعمه حلو. وآآ آآ آآ شكلها كمان حلو مفوش اي حيب. آآ وبتتشرب آآ كمان آآ مش باردة. كل ما كانت آآ هتكون مستحبة للرأي. اما في حالة ان كان طعمها سيء او ان هي تلاقيت منه او تكبت او الفنجال تقصر آآ كل دي آآ او طعمها كان سيء كل دي من الرموز اللي بتكون آآ سيئة. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سوف سهر او سؤالك تقولي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.